أحب بكم مشاهدينا الكرام مرة تانية والنهاردة بنتكلم عن معدن من المعادن زي ما أنتم عارفين كل يوم أربع بنمسك إحدى المعادن أو إحدى الفيتامينات وبنتكلم عنها النهاردة بنتكلم عن معدن هيكلمنا عنه ضفنة وطبيب من القلب للقلب دكتور متحد خليل تشارك جهاز الهضمي والكبد سلام عليكم يا دكتور سلام ورحمة الله وبركاته يعني أنا قلت بس في المقدمة أنه هو معدن تلازم مع فيروس كورونا كافد ناينتين وكل الناس بدأت تاخدوا يعني 99% الناس بدأت تاخدوا وبقوا مشايفين أن دي الحاجة الوقائية اللي هتحميهم هنقول بقى اسم المعدن إيه لا هنقول الأول أن المعدن ده أول ما ظهر قاله خدوه مع فيتامين سي علشان ده لها يخيكم من الكورونا أول من ثلاثة أيام طلعت مقالة علمية كبيرة جدا وأبحاث أكدت أن تناوله والإصراف في تناوله يضعف المناعة ولا يقي من فيروس كورونا أصلا وإحنا بلغنا هذا المعدن أكتر من تلتينه مختزن في العضم والعضلات بتاعتنا جزء منه موجود في الشبكية بتاعت العين أو مرة الناس تسمع أن فيه معدن موجود في شبكية العين جزء منه مختزن في الكبت والكلة جزء منه مختزن في البنكرياس بيلعب دور مهم جدا في حرق الكربوهيدرات وتحولها إلى طاقة بيلعب دور مهم جدا في تقويت جهاز المناعة بيلعب دور مهم جدا في الوقاية من مرض السكري بيلعب دور مهم جدا في رفع كفاءة وحماية الجهاز الهضمي والأمعاء نقصه بيؤدي إلى أعراض كتيرة لكن في نفس الوقت الإسراف في تناوله بيؤدي إلى أعراض مغيرة تماما لأعراض النقص إيه هو المعدن ده؟ عادينا نعرف بقى إيه هو المعدن ده؟ تقول حضرتك؟ الزنك 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 اللي ناس كتير جدا طول السنة اللي فاتت احنا بنتكلم في سنة مش موجود في الصيدليات ونقص من الصيدليات وهجوم عليه غير طبيعي ولكل فاكر أنه دي الوقاية بس حضرتك بتقول مميزاته دلوقتي يا دكتور قلت أنه بيقي من مرض السكري وبيلعب دور مهم في تقوية المناعة إذن كانت الناس لها حق أنها تروح علي يا دكتور ولا إيه؟ بس الإسراف في تناوله بيضعف الجهاز المناعي إزاي بقى؟ نمسك أول نقطة ضيعت وتشرح لنا بص حركة الزنك معدن بيلعب دور مهم جدا في إحدى الحلقات المهمة في جهاز المناعة جهاز المناعة علشان يشتغل هو الجهاز اللي بيعمل موديوليشن يعني بيعمل أقلمة للخلايا وللغشاء الخارجي لخلايا المناعة اللي في الجسم وبالتالي هذا المعدن بيلعب دور مهمة في تقوية جهاز المناعة لكن لما نصرف فيه الغشاء الخارجي للخلايا المناعية بيضعف فلما نصرف في تناوله ونتسبب في ارتفاعه في الدم يحصل العكس يضعف جهاز المناعة ويبقى المريض قاعد ياخد زنك عامل على البطال وفي النهاية هو ما بيستفدش منه بال بالعكس بيضعف له المناعة نعم